موسيقى هذه أدنبرا عاصمة الشمال الإنجليزي موسيقى هنا تتصعد ألحان موسيقى القرب بنغمات احتفالية مرحبة بزوار المدينة القادمين للمشاركة في مهرجانها السينمائي الدولي العرق موسيقى 36 دولة وقرابة 170 فيلما تشارك في نسخة هذا العام ينتمي معظمها لتيارة السينما المستقلة والتسجيلية بالإضافة إلى أفلام المدارس التجربية التي تشهد إقبالا متزايدا من الشباب على وجه الخصوص يوجد تنوع كبير في برنامج المهرجان ومن الرائع أن يوجد هنا روبرت كارييل وتومسون هذا اليوم لا مكان لنجوم هوليوود على بساط المهرجان الأحمر فالمكان محجوز لنجوم السينما الأوروبية والسكتلندية دعم السينما المحلية دفع المنظمين إلى اختيار فيلم أسطورة بارني ثومسون للإفتتاح بكورة إخراجات الممثل الاسكتلندي الشهير روبرت كارييل حاولت أن أمثل مدينة جلازغو كما أراها خاصة الأماكن التي تبدو في طريقها إلى الزوال السينما العربية المستقلة التي تحاول شق طريقها نحو العالمية أيضا تحضر هنا إذ يشارك في المهرجان عدد من الأفلام العربية أبرزها فيلم عن الحب والسرقة ومشاكل أخرى للفلسطيني مؤيد العليان نحاول أن نقدم أفلاما جيدة ولدينا العديد من الأفلام العربية الرائعة شاهدت بعضا منها في مهرجان دبي وأبوظبي وأردت أن أشركها هنا من الجيد أن تمنح الناس فرصة دعم الأفلام الجيدة ومشاهدتها إلى جانب العروض السينمائية يتوقع أن يستقب سوق المهرجان أكثر من 1400 مختص قبل اختتامه في الثامن والعشرين من الشهر الجاري على عكس بقية المهرجانات الدولية لم ينقطع مهرجان أدنبرا السينمائي عن الإنعقاد منذ تأسيسه أوخر الأربعينات واليوم في اتتاح دورته التاسعة والستين يحاول القائمون عليه المضي قدما فيما بدأه المؤسسون أن يكون المهرجان مساحة مفتوحة للدفاع عن السينما المستقلة المحلية والدولية زاهر عمرين التلفزيون العربي أدنبرا